وقت قليل بيوصلنا عن بداية السنة الدراسية الجديدة وخلال الفترة دي دايما بنشوف أمهات كتير بيكونوا حابين أن هما يأهلوا أولادهم للدراسة بعد فترة الأجازة دفتنا النهاردة خصصة المحتوى بتاعها أنها تشوف في حلول تربط بين التعليم واللعب والانبساط وقدرت أنها تعمل نظام تعليمي جديد وبعيد كل البعض عن الروتين والحفظ عشان تساعد الأولاد أن هما يحبوا الدراسة منورنا إيمي أبوزة مؤسسة بيج أيميس جايد إزايك يا إيمي؟ أهلا بيك عاملة إيه؟ تمام الحمد لله طبعا أنت مش فاهمها يعني هو إحنا بالنسبة لنا كأمهات كلنا أكتر حاجة متعبة في الكون أن احنا نقعد ولادنا أن هما يذاكروا وللأسف إحنا تعودنا على طريقة معينة وبنكررها مع ولادنا تعودنا على طريقة اللي هو زاكر 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 احفظ 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 أنا شخصيا وبالنسبة لأمهات كتيرة جدا أن احنا ما بنبقاش عارفين إزاي أن قعد ولادنا أن هما يعودوا يذاكروا من غير ما احنا نتعب ومن غير ما هما برضو يحسوا أن هما مخنوقين أن هما أيمين يذاكروا تمام فأول حاجة عايزة أعرف عنها إيه هي المذاكرة اللي من غير حفظ حلو الهدف أني أحفظ عشان أروح أمتحن وحط المعلومات دي وانسى بعد كده يعني أكيد احنا مش عايزين ده طب ما احنا ممكن نفس المعلومات دي نعرفها أنا فان لفلي كده كيوت وي بالطريقة دي أنا عمري ما هنساها يعني أول حاجة احنا بس نحط نفسنا مكانهم ونفتكر لما احنا كنا زيهم كده انا مش طائقين نفسنا طبعا مخنوقين طب ليه نعمل تاني نفس يعني ليه عقد نفسية جديدة في ناس جديدة طيب ما احنا نغير بقى الفكرة دي مظبوط مع أن نفس المعلومات دي في طريقة تانية ألطف وأزرف كتير أعرف أعرف بيها المعلومات دي واكتر منها بكتير الأطفال بخلقة ربنا كيوريوس احنا ربنا خلقنا عندنا فضول عايزين نعرف تمام احنا لما بيجوا يسألونا بنقفلهم وبكفاية واش مع أن هي دي أصلا لما بيسألنا ما هو عايز يعرفه المعلومات اللي موجودة في المناهج هي نفسها هي معلومات الدنيا دي معلومات عامة يعني الساينس المعث أساسي عشان أبقى فاهم أصلا كده الساينس في كل حاجة في حياتنا أنا من أول جسمي من أول باكل إيه بشرة إيه بيأثر بيعمل إيه الدنيا اللي احنا عايشين فيها بتنفس إيه ده كله اسمه ساينس فأنا مش محتاج أوصل لغاية أني أدخل المدرسة عشان أبتدي أشوف ده في منهجه تمام فازاي بيبقى حاجة فان بني أسيبه يلعب هو الطفل أصلا بيتعلم وهو بيلعب ده الطبيعي بتاعه فاللعب هو أساس التعليم فعلا ففيه طرق كتير جدا 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 أحلى وأسهل بكتير من أني مجرد قعدهم غصبا واقتدارا قاعد يحفظ عشان أنه هو يروح يمتحن وخلاص طيب أنا قبل ما عرف إيه هي الطرق دي أنا عايزة أعرف انتجاتك الفكرة دي من فين نفس فكرة كل أمهات الدنيا اللي احنا مش عاجبنا اللي حاصل ده فينا أكيد وفعارفين إن إحنا الموضوع النظري ده وخلاص وإن أنا قاعد يعني متأزي وأنا بعمل ده فليه طيب أعمل وكنا مش عايزة أعمل كده في أولادي أكيد ففيه عايزة أعرف إيه إزاي إن إحنا ننجوي أور لايف إزاي يبسطوا بحياتهم وبطفولتهم وأنا استمتع معاهم بطفولتهم دي كمان إحنا مخلفينهم أنا عايزة أقولك إن ساعات أنا بحيث إن فيهم مات كتير علاقتهم بالبوز بولادهم هي دي بقى هي دي بقى ليه طب معلقاته إحنا بنتخانق إحنا خليخ ناقف هو فيه فيه فرق بس بين الجدية تمام وإنه إحنا مش عايزين نزعل إحنا من بعض هنا فيه نقطة واحدة بتاعت الإلتزام فيه وقت الجد بعمل فيه جد بس مش لازم نتأذى ونتخانق ونسحب السفير من بعض ونتخاصم وكل المشاكل النفسية دي بجد لكن فيه هنعرف نتعلم زي عشان كده إحنا دلوقتي هنا هو عشان نستغل الأجازة بمعنى إن أنا في الأجازة دي أعرف أخذ معلومات فظيعة ومهمة جدا كده كده هتجي لي في المنهج كمان شهر بس أنا دلوقتي مبسوط وبخرج وبتبسط وبشوفها في كارتونز وبشوفها في أبليكيشنز هقول لكم كل الطرق هتعملوا إيه بيها هلما هاجي خدها بعد كده هبقى مبسوط إن أنا شفتها قبل كده وإن إحنا رحناها وتفسحنا فيها مع بعض فبالاش بقى الخسائر النفسية والزعل والخصاب فاللي إحنا بنحاوله ده هو تجنباً لليه يحصل ده إنما وقت المذاكرة فده وقت مذاكرة أنا عندي هدف أنا عارف إن أولاً ده شغلي وده دلوقتي المرحلة اللي أنا فيها دلوقتي ده ده وقت دراسة فأنا هنا جد تمام مش معنى مش معنى كده بس عارف كمان حاجة لما هخلص ده هرجع تانية أقدر أعمل بالطريقة التانية ويبقى فيه بيننا ثقة واتفائيات هخلص ده ده عشان ده اللي لازم ده المهم دلوقتي أخلص مذاكريتي وأخلص واجباتي إنما بعد كده في الأجازة بنعمل كل إحنا عايزينه وأكتر منه وهو تعليم أصلاً بس بالإنبساط مدينة بتحكي 4600 سنة من عمر الأرض وفيها مجسمات للديناصورات وكمان لحيوانات من كل البيئات الطبيعية هنسافر في الزمن ونزور معالم من مصر في عصور مختلفة فرعوني، إبطي، فاطمي وكمان هندخل في رحلة رهيبة جوا جسمنا وهنلعب فيزيا وهنتعرف على العلماء وإنجازاتهم اللي غيرت حياتنا للأحسن وهنتفرج على سمك سبحان الله على ألوانه وجماله هنخرج برك كرة الأرضية خالص ونوصل للنجوم والكواكب والمجرات كل دوء أكتر موجود في المراكز الاستكشافية التعليمية مجاناً نبتزي مع بعض تمام نعمل إيه علشان موضوع الأجازة دي هون ما ينسوش القديم حلو اللي أخدوه السنة اللي قبلها ونجهزهم ونجهزهم ونحضرهم للجديد كمام جداً من غير خناقة بيني وبين إيه من غير زعل ولا أخصم ولا أي حاجة خلط بالعكس نتبسط إحنا اللي اتنين هو أصلاً الهدف إن إحنا كمان نتبسط معيهم تمام طيب تعالي مثلاً نقول الدراسات مش الناس دي علانين من الدراسات حلو الدراسات دي إيه مش تاريخ وجغرافيا طب إحنا بلد فيها تاريخ وجغرافيا يعني مفيش أحلى من كده الناس بتجلنا من الدنيا كلها تتفرج على الحاجات اللي عندنا طب مش الأولى نروح إحنا نتفرج على الحاجات اللي عندنا الحاجات اللي عندنا دي كنوز يعني تمام وحاجات في منتهى الجمال هم هيدرسوها وهو الطبيعي إن إحنا نعرف بلدنا ده أصلاً يعني سواء تاريخ أو غرفي الأول وبمفروض نحن نعرف بقية الدنيا كمان أنا إنسان مسقط بعرف الدنيا كلها ماشي يا زي حواليا بسبب ده الأول باللي عندي حلو تمام الحاجة كلها جنبنا المتاحف مفيش أحلى من كده والأهم من كده إن فيها قسم تعليمي بيعمل للأطفال أنشطة تعليمية في الأجازات مجانية طيب كل المميزات الجميلة دي مش هروح أتبسط أعرف التاريخ بتاعنا على شكل قصص وحكايات أشوف القطع اللي موجودة وأفهم الدنيا وأفهم كل ده وأنا رايح زيارة مبسوط مع أهلي ومبسوط مع صحابي نشجع بعض إن إحنا نروح نستكشف مع بعض قدي التاريخ وفي عندنا أصلاً كمان متاحف علمية يعني عندنا مثلاً متحف علوم المية مثلاً خطير وكله ساينس كده إحنا مش بس بنكلم في التاريخ والجغرافيا إحنا كمان بنتكلم في الساينس تمام؟ كل الحاجات دي متاحة عندنا المراكز الاستكشافية مثلاً خطيرة وفي منتهج جمال ومجانية أصلاً أنا بروح الأماكن دي مع أولادي بصورها للناس والناس بتكتب لي كلها إنواعوا إيه ده الكلام ده في مصر إيه ده بجد أنا سفرت برا وروحت أماكن زي دي برا تفرج على الصور بتاعدي وتفرج على الصور بتاعدي ووريني الفرق طبعاً هنا أحداً بكثير هم حايلين في جميع الأحوال بس الفرق استعر بقى يعني ده مجاني هو طب يلا روح تقدر منتها طب إيه أماكن زي إيه؟ المراكز الاستكشافية مثلاً ده كده ده الأول يعني ده الأول كده ده مجاني تماماً الفرع الرئيسي مثلاً في حدايا الأوبة هتلاقي فيه ديناصرات هتلاقي ديناصرات الولاد دايماً بيسألوا مثلاً عليه هتلاقي فيه كمان فيه مثلاً البركان كمان الجيالوجي إزاي الأرض وتطورها يعني ببين المكان ده؟ حدايا الأوبة أنا كتبة كل التفاصيل والساعة كام وبيفتح إمتى وإيه مواضيع كل التفاصيل دي أنا بكتبها عشان يبقى اللي عايز يعمل حاجة كويسة مع ولاده بمنتهى السهولة يدخل يختار كل اللي ينسبه هو بالأصح أنتوا اتفرجوا معاهم يعني يبتدوا يشوفوا الكلام ده هم هتلاقيهم أنهم عايزين يزوروا الأماكن اللي زي دي تمام إيه كمان تحبوا عايزين تسألوا على إيه كمان لو مثلاً دي حاجات الزيارات تمام الحاجات التانية اللي نقدر نستخدمها بمنتهى سهولة الدنيا الحاجات الكنوز اللي أونلاين موجودة دلوقتي يعني بدل ما الإنجليش مثلاً تمام لغة أساسية والمفروض يعني أي عايز تتعرف أي حاجة هتلاقيها السورس بتاع أي هتلاقي معلومات أكتر بكتير هي إنجليزيو دا دلوقتي حاجة أساسية مش مش اختيار خلص إنه يبقى عارفين إنجليزيو ومش عارفينه عادي كده لأ عارفينه فعلاً كويس تمام هناخده تمام بس إحنا نقدر دلوقتي ننجويت كلغة مش مجرد نستمتع بيها وكلغة مش مجرد جرامر وابقى قاعد متأزي وانا حط إيه قبل إيه وعمل إيه أنا عايزه يعرفه أسهل وأبسط من كده لسنينج يبقى كويس نطقه يبقى كويس فهمه أصلاً كويس ويبقى عنده حصيلة لغوية فوكابلري يعني كلمات كتيرة يقدر يستخدمها بعد كده ما فيش أسهل بقى من كده إنه يتعلم ده ببرامج أطفال كارتونز اليوتيوب مليان كارتونز صح؟ ومليان حاجات كتيرة بس الشطارة والرك على الإختيار أخطار إنه هو يتفرج على إيه تمام يبقى الأول إحنا بنستخدم الحاجات الموجودة وبروح وزيارات قد مقدر أكيد وبعيش معهم وبقى عندي علاقة معهم محترمة لكن ده وأكيد إن الحاجات العملية واللي بقيدي هي الأولوية تمام لكن من ناحية تانية الجزء الأونلاين والجزء بتاع الشاشات أقدر مش إحنا مش ضدوا إحنا مش ضدوا التكنولوجي بالعكس هي الشطارة إني إزاي أستخدم التكنولوجي دي بحاجة فيدي لمصلحتي بزا تمام أستفيد بيها وأتعلم بيها وأسهل طريقة وأنا في بيتي وكده كده الموبايلات معاهم بس إزاي بيستخدموها كويس فالكارتونز دي فيها حاجات في منتهى الجمال هي قردي معمولة تعليمية تمام متنوعة للغاية إنجليزي تلاقي إنجليز إنجليزي يعني إزاي يقرأ إزاي إنه هو يتعلم فوكاب إزاي هو يتعلم جرامر كل اللي أنا نفسي أعلمهله بكارتونز أنا عاملة سلسلة كاملة اسمها كارتونز ولكن يعني كارتونز ولكن مفيدة جدا وممتعة جدا ومجانا وعلى يوتيوب هي موجودة طب قول لنا كده اللينكس بتاعيتها أو اسمها إيه على يوتيوب حلو مثلا هتديكوم يسعر ولسه في أكتر من كده هتلاقوهم على البيتش عندي على أمس جايد مثلا ألفا بلوكس مثلا دي مكعبات بتتحط الحروف جنب بعض بتطلع لك الحاجة يعني مثلا كلمة كات هيحطه سي اي تي وتروح تطلع لك أنت ما بقتش محتاج تقوله احفظ بتاع حاجة ولا أن أنت أصلا تتدخل ولا تترجم ولا تعمل أي حاجة هو قريدي بيطربت عنده في موخه وبعينه بيسمع النطق المزبوط ده من دي انجليزي صرف ولازم يبقوا عارفين البريتش أكسنت طبعا الأمريكان هو الأشهر والأكتر بس كمان لازم عارف انجليزي الرئيس الرسمي بتاع حل عندك مثلا دون هم كمان عاملين number blocks مش لسه كنا منتكلم عن math اهو حل للماث اهو بأبسط طريقة مكعبات برضو بيفاهمهم جدول الضرب وبيفاهمهم كل اللي احنا عايزين يعرحه طب وريد مرحلة العمرية بتاعت الحاجات دي يعني مثلا من سنة كام لحد سنة كام يقدر يعمل ده أونلاين حلو وده من أول يعني ده لسه ده الأول ما هو levels كده لكن فيه كلمات طبعا اكبر اه اكبر من كده تمام وفيه برامج أطفال أعلى كمان من كده فيه الساينس ده بيتدرج من أول بداية لسه اللوجيك والحاجات الفعلا بسيطة وبياخدهم يتدرج معهم فعلا ويعلم معهم في levels لغية معلومات والله يعني مثلا فيه عن سبيس فيه عن الدايناسور السلسلة كاملة عن الدايناسور لسه بس يعني بحب الدايناسور لدرجة ان احنا رحنا متاحف زورنا فيه طبعا المتحف الجيولوجي يعني برضو ده مهمه موجوده في مصر موجوده ويشوفه فيه عظم فعلا بتاع الدايناسور فعلا ومن ناحية تانية هو بيدور أكتر وبيقر أكتر بس لو نفتح له من المجان هم مع كده كده عايزين يعرفوا أكتر بس لو راح زوره تمام طبعا والموضوع هو عايز يعرف أكتر وفيه مثلا سلسلة كاملة هو اللي عامل الفيديو بتاعها اسمها دايناسور ترين بيقودهم في رحلة كأنه وكل حلقة بتتكلم عن نوع من أنواع الدايناسور دي بكل تفاصيل مفهوم السبيس والفضاء برضو تلاقي كل اللي نفسنا يتعلم لا وفيه أكتر من كده حتى كمان الموضوع بيوصل لغاية الثقافة لغاية الحكايات العالمية لغاية القطع الرسوم الفنية يعني الرسومات المشهورة في الدنيا ومين رسمها والقطع الموسيقية ومين اللي مقلفها كل دا بكارتون فيعني ما فيش أحلى ولا أسهل ولا ألطف من كده الفكرة بس أن الحاجات ديش معروفة خالص والفكرة بقى أن أنا أصلا عرفتها منين عشان أنا قررت من يوم ما خلفت الناس الحلوة دي أن أنا قفل التلفزيون أصلا طب إيه البديل قفلت التلفزيون نفسه كبرامج بتعرض علي وأنا قعدة بس مطلقي مش بختار لأ أنا عايزة أنا أختار وعدت تفرخت أن أنا أختر لهم فعلا حاجات هي مش معروفة نهائيا وهي مش موجهة يعني هي بره أصلا تمام بس هي معمولة بره بهدف تعليمي فعلا تمام وحاجات يعني أصيلة شوية مش زي الحاجات الإدراءات اللي فيها أفكار كتير ما مش عاجبان لأ دي حاجات تعليمية فقط تمام فبما أن أنا استخدمت ده سنين أنا دلوقتي أولا دي كبار يعني كبروا شوية مش لسه مرد بس يعني كبروا بس ده فعلا أنا أستمعلي وده فعلا اللي إحنا كان عندنا فده اللي مخليني دلوقتي أني بتكلم بكل الثقة لأني جربت سنين وشفت الحمد لله نتيجة ده لما يكونوا ده العادي بتاعهم ده اللي بتفرجوا عليه العادي الطبيعي بتاعهم ده النقاش بيننا كده بنبتدي ندور على أكتر من كده بيقولوا لصحابهم على حاجات زي كده فبدل ما أنا صحابيهم اللي بيشدوني في حاجة لأ أنا أبقى ليدر وأوريهم الحاجة الكويسة ونستفيد كلنا يعني فكرة أني الزكاة العلم أني احنا ننشره وأنه يبقى عندنا صدقة اسمها علم ينتفع به لبعدين طب لما أنا عرفت حاجة وربنا كرمني أصلا أن أنا وصلت لها يبقى أنا كمان بعرف البقين يعني بناخدهم معنا رحلات لمتاحف بسا نشجعهم وبنقول لهم أنتو كمان لازم تعملوا كده لما تشوفوا حاجة حلوة لازم توروا الناس بقية الحاجات الحلوة وخصوصا أنه ده كله هتشوفوه كمان صهر صح في المدرسة طب يلا تعالوا نستمتع به وإحنا مع بعض وكده هنشجع يعني هنشجعهم وهتوب أخروجة حلوة وفصحة حلوة وحاجة حلوة بنتفرج عليها فهنتناقش فيها فيبقى عندنا جيل حلو كده وشاطر كده وواعي كده ومثقف كده وبيشجع بعضه على حاجات حلوة ونسيبنا من كل الحاجات اللي مش عاجبانا يا رب طيب إني تفتكري الموضوع بتاع الابليكيشنز واليوتيوب ده بينفع مع أي طالب حتى لو مستوى ده عايف شوية بالعكس ده هو فأصلا معمولة عشان كده يعني أنا عايز أقول لك إن في أبليكيشنز للأطفال من قبل حتى ما يتعلموا يقروا أنت فهمها قبل صغيرين يعني عندك مثلا سكراتش تمام ده مش محتاج إنك حتى تكون بتعرفتها بس ده برمجة دي بداية البرمجة إحنا دلوقتي اللغة أساسية لغات البرمجة دي لازم يكونوا عارفينها من هو صغار إحنا خلاص في عصر الـ AI وعصر يعني ما بقاش فيه ينفع التأخير في الحاجات دي غير إن الأبليكيشنز دي أصلا معمولة هي يعني هو مصلحته إنه هو عايز يشدك وعايزك تفضل عليه فهو آه تنفع لهم بالعكس هي بيعملوها بأسهل طريقة وبـ وبيفضلوا يبعطوهم كل شوية بقى النوتوفيكيشنز إن توصلت الليفل اللي مش عارف إيه فتعالا كمل ويفكروهم وإنت دلوقتي بقيت إيه طب بيعرفوا إزاي يشدوهم فلما يتشدو لحاجة مفيدة زي كده أنا مع الفكرة قلبا وقلبا فيه مثلا أبليكيشنز تانية بتعلمك لغات طبعا مش مجرد إنجليز بيفضل بقى كل شوية يوريه له إن توصلت الليفل كزان تدلوقتي عندك حصيل لغاية مش عارف بقيت تعرف كم كلمة يعني بعمل منافسة مع نفسه إنه هو يحسن هو عايز كأنه بيلعب لعبة وعايز يكتب فيها بالضبط هي نفس فكرة الجيمز بس جيمز مفيدة فمبسوط وألوان وحاجات يعني نفس جيمز هي جيمز أصلا وأبليكيشنز زيها زي كل حاجات تانية مش مفيدة بيروحولها بس دي مفيدة بيروحولها فده فأنا مع الفكرة دي جدا نفت تتعلم برمجة بالمجان سعروا لك إزاي بس أولا نعمله في سيئيف للفيديو قال إنكم ما تحتاجوا أنت وأولادكم أنا جايي النهاردة أعرفكم إن في موقع مجاني لتعريم المرمجة والكوتينج لأطفال كل ده موجودة على موقع سكراتش وده من أسل الموقع في تعريم المرمجة لأنه بيقدم المحتوى في شكل قصة ويوفر لطفل حرية الاختيار وبالتاني اللي ابدع فبيعب ويشتغل عليه وهو فعلا مستمتع ومفضوط الميزة كان في الموقع إن الأطفال يضر يضيفه عليه بشوار من الإنترنت أو رسومات هم رسموها من نفسهم أو يصمم شخصيات عن عابه بنفسه غير إنه يقدر يضيف أصوات أو يفجلها بنفسه وحتى لو تسواك لسه مش بيعرف يقرأ أو يكتب ممكن تبتغل معاه بموقع سكراتش تونيج كاتش كوي جدا إزاي نخلي الولاد مستعدين عشان دي سؤال مهمة قوي يا إيمي للمدرسة في الفترة اللي جاية دي حلو سنة جديدة بقى عام دراسي جديد طبعا إحنا طالعين من أجازة والأجازة بتبقى عارفة اللي هو إيه في صدمة كده بتحصل للأمات والأطفال الاتنين إنه أنا مش عارفة هو مش عارف يركز أول أسبوعين في المدرسة هو مش راضي يصحق هو عايز ينام متأخر أجازة بقى فإحنا إزاي نخليهم مستعدين لفترة الدراسة اللي إحنا داخلين عليها دي بطريقة سريعة شوية وكمان ما تبقاش مؤزية بالنسبة لهم وما تبقاش برضو بتعصب الأمة أو إن هي تحس إن هي عليها ضغط كبير جدا إنها تخليها يعمل دا إحنا عشان يعني المفروض تكون العلاقة بيننا إن إحنا بنتكلم في كل حاجة بالضبط عندنا كالندر أو الليش النتيجة بنبقى عارفين إحنا وقت الدراسة بتاعتنا من وقت كذا لوقت كذا وفيه في النص أجازة مثلا نص السنة أجازة نص سنة في الشتاء فبالتالي دي بنعمل فيها كذا أجازة الصيف بنعمل فيها كذا تمام فيه ويك أنز تمام وفيه توزيع وتزبيط الوقت بمعنى إن أنا مش عندي معاناة سنة مثلا وهو الفكرة أصلا إن أنا داخل على سنة دراسية بس دا مش معناه إن فيه مأساة هو إحنا الأول زي ما قلنا إحنا كده كده بنحط نفسنا مكانهم لو إحنا شخصيا فأجازة ورجعين شغلنا العادي هنبقى متضررين طيب لكن الموضوع في الآخر أنا عارف إن دا شغلي وأنا باخد من شغلي دا مرتب والمرتب دا أساسي عشان أعرف نعيش وكده بالنسبة لهم نفس الفكرة الدراسة دي هي دلوقتي شغلك في الحياة وده اللي بيعليك في الليفلز بتاعتك وده اللي هيوصلك لحاجة أحسن بعدين فنبقى الأول كده بس واضحين على دا بس إزاي أعرف إني أتقبل دا بشكل يخليني أبقى فاهم إن دا لمصلحتي قصوى وفي نفس الوقت شطرتي إني أستفيد برضو بالوقت دا وإنه هو مش مجرد للدراس بمعنى إني هخلص اللي ورايا اللي هو لازم دي مسئوليتي لكن في نفس الوقت فيه كتير إيفنت موجودة في وقت الدراسة عادي وبعلن عنها على طول وبتبقى في الويك أند شطرتي إني أخلص اللي ورايا الأول عشان أعرف إني أنا أروح دا كمان مفيش مشكلة طب تقترحلنا يا أمي كده ثلاثة أماكن نروحوا الأسبوع دا مثلا حلو الأسبوع دا على طول يلا أول حاجة تروحوها لمركز الاستكشافي دا عشان دا فعلا حلو هيتبسطوا فيه التنوع اللي فيه حلو جدا ومجاني تمام ايه كمان دا اللي أنسي قرصي عليه في أول حلقة آه وهتلاقي عندكم صور عرضوها للناس هينبهروا مبهروا هيروحوهم بكرة على طول تاني حاجة المتاحف بجد والمتاحف دي متنوع جدا وفيه متحف فيهم بقى أستعلم وده الليجو بشوف الولاد بتحب المكعبات متحف الليجو مثلا هتروحوه هو جوه المتحف المصري بنفس التكت أنا لسا جديد لا المتحف المصري اللي في التحرير والله وبقالنا سنين بنروحوا وبقالي سنين كل ما حطوا صور بتاعته الناس تقولك دا فيه أنا عن نفسي معرفش وروحة المتحف المصري من يوم مرة أنا أول كلمة كتباها في البوست باللاجو كله باللاجو ومش هتصدقي الجمال فعلا بجد وغير الجوالات بقى اللي بيعملوها الولاد زي ما اتفاقنا انه بيعملوا كتير حاجات مجانية لأطفال القسم التعليمي هناك يعني هاي اللي بصبع قالنا سنين بنروح معهم حاجات كتير والولاد دي حضروا معهم مثلا كان فيه عاملين برنامج اسمه حامل أثر فالطفل نفسه يبقى فاهم كده انه مسئوليتك انت نفسك ان انت مسئول عن القثار بتاعتك وان ازاي تحافظ عليها وازاي توقفان مواضيع دي بتفرق يعني والله العظيم معهم جد مثلا حاجة كمان تقدروا برضو تروحوها جنيمة الأسماك مش بس جنيمة الأسماك فيها حتة برضو جوه كده مش معروفة والناس مش بيروحوها مكان جوه زي أكواريوم صغير كده احنا رحنا أكواريوم بره وروحنا أكواريوم بتاع الغرداء مثلا طبعا يجنن بس مش لازم تسافر قديني بقولك على حاجة مكان زغ جنبين اهو جوه الزمالك بخمسة جنيه اهو استخروجها لطيفة صغريفة هيشوفوا فيها عندهم تمسيح وعندهم سحالف وعندهم سمك محنط وسمك مش محنط انا حصل ان انا عايزة اقولك ما نعرفش اي حاجة على الاماكن دي وحاجات بجد احنا ممكن نكون بنسافر علشان نروح نشوف حاجة زي كده احنا حرفيا بنعمل كده وهي الحاجة جنبين عندنا بيوت أسرية في منتهى الجمال الفكرة بقى ان انت هنا كأنك بتسافر في الزمان مش مجرد مصر القديمة وكده حتة كتيرة بيت يكن مثلا كنا فيه من قريبك بتعمل فيهم حاجات ثقافية متنوعة جدا يعني احنا حضرنا فيه ده بقى الشباب لا والله يعني اليوم اللي احنا روحنا ده مثلا كانوا عاملين عرض مصرحية وكانوا جايين ناس من اليابان بالبوبتز بتاعت اليابان بالشكل بتاعهم ده يعني الاماكن بتعمل حاجات حلوة والحاجات دي بتكون مجانية وانا بدور عليها لولادي وفي نفس الوقت بروح اقل للناس كلها عشان يروحوا يستفيدوا مدينة الاحلام عرض حلو قوي قوي بيقدموا متطوعين يابانيين شطرين ونزاز جدا ودموهم خفيف الولاد هيتبسطوا فعلا وفي نفس الوقت هيستفيدوا جدا جدا انا والولاد بنتبسط قوي في الايفانت دي وبدور عليها دايما وبستناها ومن زمان بنحضر منها كتير واليوم ده كان فرصة هيلة للتعرف على اليابانيين وثقافتهم وفنونهم التقليدية السفارات بتعمل حاجات حلوة كتير احنا روحنا كتير حاجات تبع الصين مثلا طبعا حاجات تبع اليابان ده والهند برضو بتعمل نفس الحاجات الفكرة دي بتختل تخلي الولاد فعلا عندهم ثقافة كده عندهم واعي وعندهم موجود في الدنيا كلها عايزين نتكلم على موضوع البرمجة كمان انه زي ما قلنا ان فيه أبليكيشنز من هما قبل ما يقدروا أصلا يقروا لا والموضوع بيكبر بعد كده ان هما يقدروا يدخلوا مسابقات عالمية من هما عندهم أربع سنين من هما أربع سنين يقدروا يعرضوا فكرتهم ويقدروا يبرمجوا يعرفوا يعملوا بروجيكت ويعرفوا يعملوا بريزنتيشن ويبقى عندهم كور فاليوز ويبقوا فاهمين كده أنا تجدتش كمان في مسابقة مسابقة الـ FLL مثلا عايز أقولك ان لما بيدخلوا علينا الولاد وهم أربع سنين بجد ولابسين الباستمس بتاعتهم يعني أنا ببقى هنموت عليهم أصلا ما شاء الله ويقفوا ويبقوا فاهمين يعني يقدم أفكار وكده دي بريزنتيشن سكيلز دي السوفت سكيلز عموما حاجة أساسية في ناس كبار ما بتعرفش تعملها أنا لسه هقولك بزا أي بس تخيالي الخسارة لما أنا بقى عندي فكرة ومش عارف عرضها والناس تانية بتوصل أحسن وبتعمل أحسن شان أنا مش عارف عرض فكرتي طب يعني خسارة يعني الحاجات دي المهارات دي دلوقتي أساسية فعلا وما ينفعش نأخرهم يعني ويبقى احنا بنظلمهم إذا مش بنأهلهم بالشكل أو يعني بنديهم الفرصة أنهم يبقوا أحسن نسخة من نفسهم من بدري إحنا دورنا إيه دورنا أن نفتح لهم الأبواب كلها طبعا بنسهل عليهم الحاجة اللي موجودة هم يختاروا أنت بس دلوقتي لسه بتكتشف قدراتهم إيه طبعا بس الفكرة أني أسعده أنه هو يبقى إنسان أحسن طبعا هو ده دورنا أنا شايف أن دي مسؤوليتنا زي الأكل والشرب والدراسة الحاجات الرسمية أو الأساسية دي مش كفاية دلوقتي كلنا وقعنا في الغلطة دي لما تخرجنا واكتشفنا إن إحنا لسه عايزين ناخد كورسز إنجليزي وعايزين ناخد كورسز ده كان زمان ما بقاش ينفع ده دلوقتي خالص دلوقتي ده بيمشي مع ده من بدري ولازم أساسي وإلا يعني حرام إن ما يبقاش لي مكان في المستقبل مع إن المستقبل فاتح للأفكار للحد اللي عنده أفكار فعلا هو ده اللي دلوقتي بيفرق هو ده اللي هيكون ليه دور إن شاء الله كويس يا روح إيمي أنت نوارتيني النهار ده ومرسي قوي على إن إنسي كنت موجودة أنا شخصيا استفدت وعايزة أقولك إن أنا بجد هدخل عامل فالور إن أنا عايزة أشوف أقدر أعمل إيه وسعب بيه ابني تعودوا مع ولادكم وتفرجوا على هذا كم واختاروا اللي ينسبكم الابشنز كتيرة فعلا فعلا بجد وكل واحد حسب ميولو وجربوا كل الحاجات عندكم فرصة الأجازة أستغلوها بجد آه لازم لازم مرسي أيمي نوارتين العافو جدا وبكده نكون خلصنا حلقة النهار ده نشوفكم إن شاء الله في نفس المعايد الأسبوع الجاي باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة